دايما لما بنيجي نتكلم مع المقبلين على الزواج واحنا خلاص استقررنا ان يوم السبت ده يوم اصحاب السعادة ومش لازم يكون اصحاب السعادة بس المقبلين على الزواج ولا اللي في سنة أولى جواز ولا حتى حديث العهد بالجواز لكن كمان احنا كلنا ممكن نكون اصحاب السعادة في جوازنا ده ايه اللي حاصل بنقول لهم ايه في اول ما يجوننا عشان يتدربوا وهم مقبلين على الزواج بنقول لهم بس في مفهوم كده حصل فيه ربكة احنا لازم نصححه ايه المفهوم ده ان الجواز شركة ان الجواز شركة ده عمل عند الناس كتيرة ان يخلى الجواز يتحول الى بيزنس يعني ايه بيزنس ما تستعجلوش مش بيعه شيرة بس البيزنس مش بيعه شيرة بس لكن الجواز يتحول الى بيزنس بمعنى ان كل واحد فينا مرتب انه عنده ارباح وعنده خسائر فاذا الجواز خسائره زادت يبقى الجواز مهدد واذا ارباحه زادت يبقى انا لو خدت مقابل يساوي اللي انا دفعته سواء الزوج او الزوجة يبقى الجواز كده مش صح انا تعبت اقول للناس الجواز مش شركة الجواز شراكة الجواز مولود جديد يعني ايه الجواز مولود جديد الجواز مولود جديد يعني حاجة بتتولد ومحتاجين نرعاها محتاجين نحتضنها محتاجين نشتغل عليها وده معناه ان الجواز شراكة مشاركة مش شركة مش شركة كل واحد فينا بيحسب هو قد ايه بيربح وقد بيخسر طب ايه الفرق ايه الفرق ان الجواز شراكة او الجواز مشاركة بين ده وبين ان الجواز شركة ان احنا لما نيجي نتعامل مع الجواز على انه ببساطة خالص شراكة هنقدر نفهم مفهوم حلو قوي مفهوم ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة بانه انا ثالث الشريكين انا ثالث الشريكين فساعتها يبقى كده في مشاركة في ايه اللي يحصل في المشاركة نقدر نفهم قوله تعالى من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى ايه اللي حاصل يبقى ساعتها نعرف ان المودة والرحمة دي موجودة لان الرحيم لان الودودة بيننا فنتشارك فنمتزج فتبقى الحياة في منتهى السعادة ومنتهى النعمة ساعتها الجواز بيبقى نعمة ليه؟ لان ساعتها وجعل بينكم مودة ورحمة ليه جعل بينكم مودة ورحمة؟ لانه هو الذي يقلف بين قلوبكم ساعتها هنقدر ما نتخنقش على الادوار يعني ساعت ما نفهم من الجواز مشاركة مش هنتخنق على الادوار لاني على فكرة كل دور حتى لو كان دور الرجل بتسنده في المرأة فتبقى شركته في الاجر كل دور ولو كان الدور ده دور خاص بالمرأة بيساعدها فيها الرجل فيكون شركها في الاجر ايه ده؟ ده معنى جديد لمسألة الزواج ان حتى لو كان الدور ده دور رجل او دور امرأة فالتاني بيساعده وهو دور التشبيك وهي دي المشاركة اللي هنجدها في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ويها مسؤولة عن رعيتي يعني المرأة اذا كان الزوج بينفق على اهل بيته فالمرأة كمان بتساعده في ده في تكون شركته في الاجرب في ان هي ما تسرفش بان هي تجعل البيت اكثر اماناً وتجعل البيت اكثر رخاءاً وتجعل البيت اكثر رفاهية بان هي تدير هذه النفقات بشكل يحقق اكبر تنمية للأسرة واكبر تنمية للبيت ايه ده؟ يعني الزوج اللي هو تعب وشيء وجاب الفلوس دي الزوجة بتكون شركته في الانفاق عندما تساعده في ازاي نوزع مصروف البيت بما يسد حاجتنا ايه ده؟ هو لما حد بيساعد حد بيكون شريكه في الاجر نعم ودي شيء مهم جداً وهنا بقى نلاقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله يبقى لما كان الصحابة بيوسف رسول الله انه في مهنة اهله انه كان مشاركاً لأهل بيته في اعمال البيت اللي هو دور في الحقيقة دور معظمه دور بيكون خاص بالمرأة لكن حضرت النبي كان يشاركهم ليه؟ عشان يكون شاركهم في الاجر ايه ده؟ بس احنا كده كنا فاهمين ان فيه ادوار للرجل وادوار للست محدش يجنب الادوار دي ومحدش يجنب الادوار دي وكل واحد يقول انا ملزم ومش ملزم كل الكلام ده اللي ما بيعبرش عن سنة رسول الله ولا عن هدي رسول الله جاي من ان احنا مش فاهمين ان الجواز مولود جديد